اشتركوا في القناة سنتقسم اليوم موضوع يخص الثمار بعد عقد الثمار رغم ان الثمار لهذه السنة اصابها الصقيع وقد خسرت الكثير من الانتاج والحمد لله على كل حال كما تلاحظون اصدقائي بعد العقد مثلا هنا لاحظوا هناك حبات رائعة عقدت بشكل جيد حبات هي في حالة كارثية او حالتها ضعيفة نوعا ما بينما هناك اظهار يعني لم تعقد الثمار سنتطرق الى الاسباب وكل الاسباب التي تخص هذه الظاهرة تابع الصديق المتابع الفيديو الى الاخير لكي تستفيد اذا كنت اول مرة تصل الى قناة الفلاحة والطبيعة يمكنك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلك كل جديد بسرعة وسهولة كما يمكنك دعمنا وذلك من خلال الضغط على زر الاعجاب وترك ايضا تعليق يحفزنا او فيه استفسار وغموض بالنسبة لكم وسنسعد بالرد عليكم في تعليقات قدر الامكان او عمل فيديو اذا كان الموضوع يستحق ذلك فمرحبا بالجميع وننطلق الى موضوعنا نبدأ بالحالة الاولى اصدقائي مثلا هنا لاحظوا هنا نجد في هذا العنقود اربع حبات حبة تاني بشكل متباين يعني هذه الحبة شكلها جيد هذه متوسط بينما هذه تبدو حالتها ضعيفة كثيرا لماذا اصدقائي هذه الحبة كان قد اصابها الجليد في فترة الازهار والجليد او الصقيع في فترة الازهار يؤثر على الازهار ما يحل دون عقدها وحتى ان لم تسقط الازهار في نفس اليوم من الصقيع فقد يمكن ان نرى النتائج بعد العقد وهو ما ترونه الان كما تلاحظون سهولة سقوطها وذلك لان حامل طعمها او حامل هذه الثمرة قد تأذى لاحظوا كيف ان لونه احمر هذا يعني انه بحالة صحية كارثية ستسقط هذه الثمرة مهما كبرت حجمها في الاغلب لن تكبر كثيرا هنا مثال اخر ايضا لاحظوا هذه الحبة اصدقائي لاحظوا انا اقوم باقتلعها الان وقطفها لكنها ستسقط مع مرور الوقت لاحظوا بدأت بالاحمرار هنا كما تلاحظون بدأت بالاحمرار والاسفيرار لاحظوا اصدقائي هذا يعني انها ستسقط مثلا اخذ مجموعة من هذه الازهار او الثمار لاحظوا اصدقائي لاحظوا كيف انها حمراء وبدأت بالسقط هذه بالنسبة للحالة الاولى بالنسبة للحالة الثانية دعونا نرى في هذه الشجرة لاحظوا هناك ما زال هناك بعض الازهار مثلا في الحالة الثالثة او الثانية اصدقائي لناراء وذلك يخص يعني الاشجار التي تتخلص من الحمول الزائدة بنفسها مثلا قد تجدونها بنفس الشكل يعني حمراء تجدون حبتين او ثلاث حبات بشكل جيد بينما باقي الحبات تسقط بسهولة لماذا؟ لان الشجرة تعمل تخفيف للوزن تلقائيا يعني بشكل طبيعي لاحظوا مثلا هنا بسم الله ما شاء الله لاحظوا في هذا المكان حبة اثنتين ثلاثة اربعة خمسة ستة خمس حبات بحالة ممتازة بينما هذه ستسقط في الاغلب سبب السقوط ليس الجليد او السقيع اصدقائي فقط الشجرة تتحى خلص من الحمول الزائدة وبعد مرور هذه الفطرة من التخلص من الحمول الزائدة يمكن هناك فلاحين التدخل يعني حسب التقنية الحديثة التدخل للقيام بانقاص الوزن يدويا وذلك بمقص حتى ان كانت الحبات بشكل جيد تقوم بالتخلص بها منها وتترك حبتين او ثلاثة كاعل معدل لماذا لكي نحافظ على صحة الشجرة اولا ولكي نتخلص من مشكلة معاومة مصالح المعاومة اصدقائي الفلاحين يعني ان الشجرة تعطي انتاج جيد في الموسم الحالي ثم في الموسم الموالي لا تعطي انتاج جيد وهذا السبب اساسه كثرة يعني الانتاج في الموسم الواحد لذلك عليك صديقي الفلاح التدخل دائما في هذه المرحلة لانقاص الوزن وانقاص بعض الحبات والتخلص من بعض الانتاج لكي تحافظ على صحة شجرتك ومتوسط الانتاج لكل عام كما تلاحظون اصدقائي الفلاحين انا اشرح لكم بطريقة سهلة وبسيطة لانني فلاح من الميدان احاول مش مشاركة المعلومات مع الفلاحين من الميدان مباشرة لكي يستفيد الجامع لاحظوا اصدقائي نحن لازلنا في نفس النقطة لاحظوا هنا لدينا حبة ما شاء الله اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة اربع حبات شكلها جيد وحباتان لا لماذا لان الشجرة تقوم بالتخلص من الحمولة الزائدة وتحتفظ فقط في الحبات التي يمكن ان تنمو وتواصل النمو لكي تعطي لنا ثمار جيدة هذا تقوم به الشجرة بشكل طبيعي واذا لم تقوم بهذه العملية الشجرة عليك صديق الفلاح انا شخصيا انصحك بالتدخل في هذه المرحلة بالضبط او بعد اسبوع الى عشرة ايام كاقصى حد والتخلص من الحبات مثلا اذا وجدت هنا ست حبات كاملة بشكل جيد انصحك بطرق فقط ثلاثة او اربع حبات كاعلى معدل لكي تحافظ على شكل ثمارك الجيد ولونها ونموها بشكل ممتاز لاحظوا مثلا هنا تشوه خلقي لاحظوا حامل طعم او حامل زهراء لا ادري لماذا اعيد واكرر مصطلح حامل طعم ربما لانني عملت فيديو حول حوامل طعم وكيفية تلقيم الاشجار والحصل على الاشجار مجانا يمكنكم مراجعة للقناة لتجدوا كل هذه الفيديوهات النقطة الثالثة اصدقائي هذا تشوف النمو حامل ثمرة واحد منه زهراء ثاني لن يعطي الثمارة ابدا هذا الحامل لانه المعادلة تقول يجب ان يكون حامل ثمرة واحد يعطي ثمرة واحدة لاحظوا كمية الانتاج في هذه الاشجار التي لم يصبها الصقيع الحمد لله هي جيدة وممتازة اتمنى اصدقائي الفلاحين ان تكونوا قد استفدتوا من الفيديو اسف بعض الشيء انا مشغول قليلا هذه الايام لكن ساعود بالقوة كما عاهدنا فيديوهات يومية وحصرية تخص كل المواضع لمن لديه بعض الاستفسارات او الغموض يمكنه زيارة القناة فقد كنت وضعت كثير من الفيديوهات تخص مختلف المواضع وهناك مواضع قادمة تخص التسميد في هذه الفطرة مع بداية السقي مختلف المواد التي نضيفها ومكافحة الامراض والحشرات اتمنى ان تكونوا بخير دمتم في رعاية الله نلتقى في فيديو جديد الى اللقاء